120 مليار دولار مبلغ ليس بالهي فهو ما يشكل حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم في النصف الأول من هذه السنة وذلك بحسب تقديرات شركة سويسري لإعادة التأمين هذا الرقم في تراجع تفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 الذي شهد كوارث كانت هي الأسوأ منذ عدة سنوات سواء تعلق الأمر بالفيضانات أو الأعاصير أو الجفاف أو موجات الحرارة فقد بلغت قيمة الأضرار حوالي 123 مليار دولار فيما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين زيادة طفيفة هذه السنة مسجلة 50 مليار دولار في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي